اشتركوا في القناة 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 بالنسبة للناس الذين يتبعون بجوجه؟ هذا خطأ لكي تضع هذا في الفطور مثلا سأخذ الحريرة و سأخذ معها الخبز و سأخذ الحرشة و في حدوث في حدوث أو حدوث سأخذ التاجين هذا خطأ وكيف يتبعون بجوجه؟ هذا خطأ يأم التاجين يأم الأمور الأخرى سيلا بالعيشة كثيرة من الناس يقولون أنني سأقوم بشكل كبير من الحرشة هناك بعض المشكلة في هذه المشكلة تتعلم الوعد هل تقوم بشكل كبير؟ لا تضع كل يأتي بغريرة و المسمن كل الأغدلة و الحرشة كلها لنر المواء و أخشك لم أكن أخذتني بطاة على البريوات على الشباكية على سلو ممكن أنا بالنسبة لي سلو جوب خافيغ مثلا الناس من يرجعون من التراويح مثلا ممكن يأخذوا واحد شوية مع كويزي لتاي بالنسبة للبريوات أو بالنسبة للشباكية الناس اللي تنصحون به أنه ما يبدوش بهم لأنه تعطيوا واحد العسر في الهضم من بعد فممكن نخليهم تلخر غنكونوا شبعنا وبالتالي ما غننا ناكلوش منهم كميات بزاف و ممكن ناخدوه بحيدة ولا جوج ماشي مشكل يوميا ماشي مشكل وحيدة يوميا ماشي مشكل ولكن ماشي نسكيلو يوميا ولا رابع يوميا بزاف واضح نك انت متفق معي بأن هاد الفطور بمكوناس كل هالي محطوه تفوق الطبلة بزاف بطبيعة الحال بزاف إلا خاسنا نحيدو شنو خاسنا نحيدو فمثلا أنا مثلا أنا سوف نضع الطاجين سوف نضع الفوكه سوف نضع الحرشة والحرير سوف نضع الحريرة سوف نضع فقط طاجين الفوكه والخبز وهذاك البدر ديرتي فقط ليس فقط هاد شي را يا را تبارك الله هاد شي هذا يمكننا نصمو به حينت الناس يظنوا تبعي تلق دليم طبعي الحال الناس يظنوا بأن شح المكليت بزاف شح الما ما غيجينيش جوع وهذا خطأ وخاسنا بلياشي شلادع شنو ستدر فوق مائدة الفطور ألوغ شلادع ربما الحاجة اللي تنسوها بزاف ربدا ما تنديوهاش فيها يعني خصوصا شلادع الحالكة ما طيباش نعم فيا إما ناخدوها مباشرة قبل الطاجين أولا نخليوها هي اللي ناخدوها إلا بغينا نسمعوه وشبا ديال ليشا يعني نفطرو بعد قبل ما نعسوه بواحد ساعة دلما كانت ممكن ناخدوه طبصيل ديال شلادع الحالكة على أساس أننا غنفقوا في صحور ناخدوه واحد كاز لماء وتميرات شكرا لك لكل هاد النصائح سينا بلياشي سنختموه بلي بروديو ديتوكس فوريفر ناس اللي سياخدوهم كيفاش أجونسيو هاد شي كامل كيفاش يتناولوا هاد المواد هدي مع الفطور ديال الرمضان فبالنسبة لبولب دل ويفيغا فتنا نضروب تنا نشوفه بأنك سبت خاتلت هاد المرات فممكن ناخدوها من الفطور يعني من غادي ناخد هذه كلمة وتميرات ونرجع غا ناخد هادوك تلتة المعالق ديالي والاربعات ديال لبولب غا ندينهم فكاز العسير والفكاز المون شربوهم غا ناخد معها ونكمل وغا نكمل قبل ما نكمل الفطور ديالي وبعد غا ناخد حبات ديال بروبيوتيك وغا نكمل الفطور ديالي يعني بالفاوكي كيف ما قلنا؟ نعم نعم بعد مني غا نرجع من الجامعة مثلا ممكن ناخد له شيك ديال لبولتخالايت يعني مع القامعة كاز الماء ممكن ناخده فانيو وشوكولات قبل ما ناخد هادوك الشلطة ديالي بالليل غا ناخد كذلك البولب دال ويفيغا وفصحور ديالي مني غادي نفيق فصحور لبولب والبروبيوتيك و هادوك اللبولتخالايت ممكن نعود وناخده في صحور ممكن ناخده مبيل عشاء صحور على اي انفا والديد نعم ممكن انا نزيده كذلك منتوجات اخرى بحلاش سواء بالنسبة الناس المتبعين ديتوكس او لا بالنسبة الناس العادي وخا ما يكونوش متبعين البرنامج ديتوكس فممكن انا نزيده مثلا هاد الفوريغ فايبغ اللي هو عبار على ديفيب غاليمانتغ واليافية اللي ستنقصنا بزاف مهمين بزاف هذا الدور ديالو فتيساعدني باش نقيور رسنا من المشكلة ديال القبط اولا وكذلك تساعدنا باش نتخلصو من الدهون او للشحوم زائدة في الجسم كين كذلك هادا اللي مصايب بالتومة او بالزاتر اللي مهم بالنسبة الجهاز هادمي خصوصا بالنسبة الناس اللي تيكون عندو مشكلة ديال انتفاخ بالاضافة لهادا اللي مصايب اللي تيفير ولكافيفير كذلك ممكن تاوا ناخدوه خيتيم زيال هادم الناس نعم بالنسبة الجهاز هادمي خصوصا بالنسبة الجهاز هادمي وبالنسبة للويتو غو فتيمكنا ناخدوه بعدما نرجعوه من الجامعة او لا ناخدوه في الصحور يعني تتعتبر واحد المصدر مهم للطاقة ومنسبة كبيرة من الفيتامين هذا اللي مزيان في ندروه في صويق جينام تراويح اكزارش ممكن انانا ناخدوه نتناوله سينابيل اياشيت نشكرك شكر لك على كل هاد النصائح رمضان مباركة اكيد غادي نضخ هدك شلي قلت اليه شكرا سينابيل على كل هاد النصائح شكرا لك سينابيل واشككم مبركة ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله الى اللقاء شكرا لك شكرا لكم شكرا